السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا احلام دبعين في الدنيا هعملين ايه كل سنة وانتو ضيبين ورموضان كريم النهاردة ان شاء الله هعمل مع بعض الفانوس الماديليا ده سهل جدا وبسيط سمتشايفين ده فانوس مسطح طبعا هركب له ماديليا وكده طبعا هعملت اعملت اللون ده كده بالابيض مع الذهبي هنعمل كمان واحد اللون الاحمر مع اللون الابيض اول حاجة بها احتاجها احتاج طبعا هتتنايله كده وحبتدي على طول احط ست حبيات من الخرص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انا كده حطيت ست حبيات اهمت حواسطا بقى ايه حواسطا الخيط في النص كده اواسطا الخرص وبعد كده ايه حبتدي بقى ايه ارجع في اخر حباية زي من شايفين كده اهوت وحبتدي بقى اكون عودة عودة عشاء خاطر نحط فيها ايه نحط فيها الخرص النايلو من ناحية التانية اهوت وحبتدي اجيب الناحية التانية واشي حط فيها الطرف ده الطرف التاني بعد كده بقى 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 اشلد بالطرف ده مع الطرف ده كده اهوت كونت اول حاجة ستة حبيات من الخرص كده زي من شايفين حبتدي بقى ايه احط خمس حبيات ده من اللولي في النحية التانية هبتدي احط خمسة احنا اول بقى شغلها بالخارص بنحط طبعا ستة حبيات وبعد كده بنحط خمس حبيات من اللولي اهوت طبعا الالوان المتاحة طبعا ممكن تنفيذي بيها بالفانوس ده ده سهد جدا جدا زي ما تشايفين هتشوفوا طبعا الخطوات خطوة خطوة ما هو الصعب ولا حاجة هاجيبها ايه هارجع في اخر واحدة بنفس الخيط واحط طبعا ايه ارجع بالخرزوية كده وهدي كده اتي افضلها شد شد الحات الحات الموصل لايه طرف الخيط كده انا حطيت كده اهمت اربعة خمسة هارجع في اخر واحدة من نفس الطرف ده كده اهوت وابتدي اهو هارجع في اخر واحدة زي ما تشايفين كده اهوت انا كونت عقدة هنا وعجيب الطرف التاني وهعديه طبعا من جلب العقدة زي ما انتو شايفين كده بالنزام ده كده اهوت هاجيبها الطرف ده مع الطرف ده وابطيدي اشد لحد ما كون دايرة اللي انتو شايفينها ديت كده اهوت حطيت عملت كده دايرتين اهمت طبعا الطرف التائي دا حندخل الخرزايا في الطرف ده كده في الخرازايا ديت انا معي خرزايا الطرف هي خرزايا هو هندخل بقى ايه الخرزايا الطرف التاني في الخرزايا دي هجيه بقى الطرف ده كده وهندخل الخرزايا زي ما تشايفين هندخلها في الطرف التاني ده المقابل ده على طول هو اهم حاجة وانت بتعمل الفانوس ده تشد الخيط كويس جدا علشان يطلع معاكي معدول طبعا لو جبت الفانوس التاني هتلاقيه آآ نفس المعاس بالضبطة هو بعد كده بقى هنبتدي نحط اربع خرزات هنحط اتنين بيت وهنحط اتنين باللون اللي هنشتغل بيه على طول هنحط كده اتنين بيت احط واحدة في الطرف ده كده واحدة احط اتنين تلاتة في طرف واحدة في طرف تاني يعني هنحطت واحدة بيضة هي هنحط فوق منها اتنين اتنين في ناحية واحدة بعد كده هجيه بالطرف التاني وهنحط في الرزايا بيضة زي ما انت شايفين وبعد كده بقى ايه هرجح في اخر خرزايا باللون ده كده اهوت واشد العقدة لحد ما اصل لنهاية الخرز اهو زي ما انت شايفين بعد كده بقى هجيب الطرف اللي فيه زي ما انت شايفين كده اهو هجيب بقى الطرف التاني وابطي دي اشد الشغل مع بعضه اهوت. طبعا انا عايزة الحبيتين اللي هم عن اشتغل بيهم السطر اللي بعد كده يكون الخيط يكون لفوق كده زي ما انت شايفين الطريقة هي سهلة جدا جدا وبسيطة طبعا لو نحط دول على بعد كده هتلاقيها نفس المقاس بالزبط وبعدين عايزة اقول لكم الخرز ده نمرة تمانية اه طبعا انت اممكن تشتغل بنمرة عشرة او بنمرة ستة زي ما انت حبا بس هو ده المتاح دلوقتي قلت اشتغل بيه فبعد كده بقى هجيب الطرف ده كده اللي النيلو ده كده اللي هو على الشمال وهنحط فيه كم خرزاية هنحط فيه خمس حبيات خرز زي الطرف ده كده الطرف ده الكتير التالي كده هوت هنبتدي بقى ايه نحط فيه خمس حبيات بين اللون اللحبر ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انا حطيت خمسة وهارجع بنفس الخرزة في اخر خرزة بنرجع فيها بنفس الخير لحد ما نعمل ايه العقب ده وبعد كده بجيب الطرف التاني واجيب او طرف الناحية الشمال واندخلهم في وعد كده وابتدي بقى ايه الشغل جامد علشان يطلع معايا كويس اهوت الطرف اللي هو التحتاني ده هنعديه من الخرزة اللي بعد كده في الناحية دي كده هنعدي الخرزاية زي ما انت شايفين كده حمسك الطرف التاني الوحده وحبتدي ادخل النايلو في الخرز عديت كده هو الطرف التاني اهوت بعد كده هدير الشغل وبتدي اعمل البعد كده انا عملت هنا خمسة هبتدي اعمل اربعة هعمل تلاتة في ناحية واحدة في ناحية واحدة يعني هعمل في الطرف التحتاني احط فيه تلات خرزات والطرف الفجاني هحط فيه خرزاية واحدة علشان انا عايز الخيط يطلع لفوق علشان خاطر ديبدأ السطر اللي بعد كده هنحط في الخيط التحتاني هنحط فيه تلات خرزات زي ما انت شايفين كده الخيط التحتاني تلات خرازات. والخيط الفجاني هنحط فيه خرازة واحدة. علشان نجفلهم اربعة. زي ما انتم شايفين كده هوت. بس هرجع في اخر واحدة من السطر اللي فيه اربع تلات خرازات. بنفس الخيط هرجع برضو في اخر واحدة وحنعمل العقدة بتاعتنا اهيت. بعد كده هجيب الطرف التاني يقول لي فيه الخرازاية واعد منه الفتلة اللي فيها واحدة. زي ما انتم شايفين كده. ونبتدي بقى نكون ايه? نكون العقدة بتاعتنا اهيت. زي ما انتم شايفين انت راحت انا عملت كده السطر اللي بعده هوت. الطريقة زي ما انتم شايفين سهلة جدا جدا بسيطة. بعد كده الطرف بقى ايه? نطلع للسطر اللي بعد كده هنحط خمس حبيات من الخرز. وبعد في الطرف اللي هو تحتاني ده كده. هنحط فيه خمس حبيات. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. حطينا خمس حبيات وحرجع في اخر حبيات كده زي ما انتم شايفين هوت. هرجع في اخر واحدة بالنفس الخير واحط فيها واعمل العقدة. وعد كده ايه? اجيب الطرف التاني واعديها كده. اهوت يبقى انا كده عملت ايه? عملت خمس حبيات من النزام ده كده اهوت. حاجي بقى ايه? على خرازاية اللي بعد كده. دول ده طبعا هنحط دول تلاتة عيبة تلاتة على اتنين سطر ايه? خماسي. هنحط بقى ايه? هنعد الخيط من خرصتين دولة. علشان نحط اتنين على تلاتة ايه بس كده ايه? عملنا سطر خماسي. بالنزام ده كده اهوت. هنعدي الخير من هنا. اهوت. بعد كده هعديه من ناحية التانية. اهوت. علشان نحط خرصتين. انا معي اهوت اتنين هنحط تلاتة. يبقى ده سطر ايه? سطر خماسي. واحد اتنين تلاتة. وحرجع في اخر واحدة برضو في نفس السطر كده. اهوت. هرجع في اخر واحدة اهوت. واشدت الشغل. وحاجيه بالطرف التاني اللي احنا عدناه. اهوت. وهنحط في ايه? هنحط نشد العودة. العودة. اهوت. زي ما تشايفين انا حطيت هنا اول واحدة حطيت في خمسة وبعد انا حطيت هنا تلاتة. بعد كده هسيب الاخيرة دي هنعدي بينها الخيط اللي من ناحية دي كده. هنعدي في اخر واحدة وهنحط اربع حبيات خرز. اهوت بالنزام ده كده. هنحط طبعا الطرف ده هنحط فيه كام? هنحط فيه اربع حبيات خرز. واتنين. تلاتة اربعة. وحرجع في اخر واحدة برضو بالنزام ده كده. واحدين هنشيد الخيط كده ما تشايفين. وهجيه بالطرف التاني كده واعدي. هوت. وكده عملت. السطر ده كده هوت خلص معي اهو زي متشايفين. ده كده السطر اللي فاضل معنا. غرز اتنين دولة تفاضلين لسه نعملهم. اهو نفس المقاس بالزبط زي متشايفين اهما. بعد كده بايه? الخيط معي اهو هشده جامد. بعد كده هجيب الطرف التاني ده كده. واحدة خلف الخرزايا انت شايفينها دية. هندخلو في الخرزايا المقابل لها. اهوت. اهو. واللي بدين افضل نشد مع بعض. اهو شو. بعد كده في الطرف ده هنحط اربع حبيات من الخرز. ده كده اهوت. واحد اتنين تلاتة اربع وبعدين حرجع في اخر واحدة بالنزام ده كده. اهوت. هجيب بقى الطرف التاني واعديه من نفس الخرزايا ده مش شايفين كده. اهوت. انا بقى محتاجة اعدي الخرز الخيط في الطرفين اللي بعد كده. اهو. وعنحط تلات حبيات من الخرز. اهو زي بتشايفين عديت واقف الخيط للطرف ده كده. وبعد كده هدخله في المقابل ليه على طول. اهوت. اهوت. وبعد كده هاي حطيدي اشد الخيط زي بتشايفين. انا طبعا هندخل الكام خرزة هندخلهم من ايه من السطر اللي في الطرف الشمال. هندخل طبعا اطهالات حبيات في الطرف ده كده. واحد. اتنين. تلاتة. انا دخلتهم همت من طرف ايه اللي هو الشمال. بعدين هرجع في اخر واحدة بنفس الحكاية برضو. اهوت. اشد الخيط وبعد كده هاخد الطرف اللي هو اللي هو التاني ده كده ونشد الخيط زي ما تشايفين. زي ما تشايفين كده طبعا فضل معايا برضو. الدور ده كده هنحط الخيط في نفس الخرزية اللي فوق ديت. علشان خاطر نعمل بقى ايه? الايد بتاعة الفانوس. وكده يبقى خلص معانا طريقته سهلة جدا جدا. وبسيطة زي ما تشايفين ونخدش معايا حاجة على قد كده اهوت. اهوت. بعد كده بقى السطر ده كده هنحط فيه الايد طبعا بتاعت الفانوس. هنحطه باللون الابيض واحد. اتنين. تلاتة. احنا هنحضره طبعا كم كم سطر. هنعمل له طبعا تلات حبيت خرز. وبعد كده هدخل اللون. هندخل قصة المديلية وبعد كده هنبتدي بقى ايه? نعمل. نكمل بقى الخرز اهوت. نحط التالات بنيين ويبقى احنا حطينا كده ستة في ايدين الفانوس. بعد كده برضو هرجع بنفس النظام في اخر واحدة. كده وعدين هجيب الطرف التاني اهوت. ونرجع برضو بنفس الحكاية نعمل دي ايد كده الفانوس اهوت وحطت لها المديلية. بعد كده عايزة ايه? ادار الخير ده كده خالص. مش عايزة اتباين. طبعا هبتدي بقى يدخلو في قلب الفانوس كده زي ما تشايفين اهوت. بالنظام ده كده. طبعا هبتدي بقى ادار الخير الخير الزيادة ده هدريه في جلب الخرص كده هعديه. علشان ايه? اجمد بقى ايه? الفانوس بيه كده. طبعا هنحضار الخير ده كله كله كده على بعضه. وننضريه ونرجع طبعا. وكده يبقى خلص معايا الفانوس المديلية ده سهل جدا جدا وبسيط زي ما تشايفين. طبعا هركبت المديلية دي اهوت. زي ما تشايفين طريقة سهل لو ما اخدش حاجة على قد كده. اه زي ما تشايفين ده معا ده الحركب دي وردو مديلية. مش هنسيبه كده. اهوتوا على فكرة وممكن ممكن تعملي من ده كمان ايه? ممكن تعملي مئة اشكال كتير من ديت. ممكن تعملي منها اه زينة كده في تعملي فارع كده وتعملي بيه زينة يبقى منظره جميل جدا. وكمان حيدي لمحة جميلة في الفارع النور كده. وممكن تضيفي دي فارع نور. اه يدي طبعا انتم ده هيدي اضاءة جميلة جدا. اه زي ما تشايفين كده اتمنى يكون الشرح اجيبكم ويكون واضح. اتمنى بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. علشان اي فيديو ما ننزلوا جديد تشوفوه. ويوصل لكم على طول. ومعالف سلامة.